بسم الله الرحمن الرحيم مشروع البتلو الطريق الى اللحمة مشروع البتلو الطريق الى اللحمة موضوع نشر في موقع جبتي بتاريخ 4 مايو 2010 اي قبل صورة يناير 2011 في الثمانينيات وفر 175 الف رأس سنويا وتوقف فجأة عام 1993 بدون مبرر خبراء ومتخصصين اجمعوا على ان احياء مشروع البتلو هو الحل الامثل للخروج من ازمة الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم الحمراء باسعار مناسبة للمواطنين وهو المشروع الذي تبنته الدولة في الثمانينيات من القرن الماضي وبدأ على نطاق صغير في محافظة المينيا اولا ثم صدر القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 الذي نص على منع ذبح عجول الذكور الجاموسي حتى يصل الوزن الى 200 كيلو جرام كحد ادنى في حين يمنع ذبح الاناث لحين تكاثرها وكان لهذا القرار اعظم الاثر اذ وصل حجم هذا المشروع الى انتاج مية خمسة وسبعين الف رأس سنويا وادى ذلك الى انخفاض اسعار اللحوم الحمراء ولكن في عام 1993 توقف المشروع فجأة وبدأت ازمات اللحوم تظهر من وقت لاخر حتى حدثت الازمة الاخيرة التي اكدت احتياجاتنا لاحياء هذا المشروع مجددا جدير بالذكر ان مشروع البتولو كان يعود بالنفع على الجميع سواء صغار المربين او كبارهم او الحكومة نفسها حيث كان المشروع يتم بالتعاون بين وزارة التموين وشركة اللحوم والالبان والمربين وتقوم الشركة بتسليم العجول للمربين مقابل 10% من سعرها ليقوم بتربيتها حتى يصل وزنها الى 200 كيلو جرام وتقوم الشركة ايضا بتزويده بالاعلاف اللازمة لتربية الحيوان ثم تقوم بشرائه من بعد ذلك بعد ان يتم خصم تكلفة الاعلاف التي حصل عليها طول فترة التسمين وبعد ذلك تتسلم الوزارة التموين العجول من المربين عند وزن 200 كيلو جرام لتقوم بتسليمها لكبار المربين للقيام باستكمال تربيتها حتى تصل اوزانها الى ما يتراوح ما بين 400 و 500 كيلو جرام للعجل الواحد وكان المرب الصغير يحقق ارباحا من وراء هذه العملية وكذلك الكبار المربين وكذا الحكومة التي كانت تستفيد من بيع هذه اللحوم من ناحية وباسعار مناسبة تحقق لها ربحا ومن ناحية اخرى كانت تحقق الهدوء في الاسواق وتتفادى وقوع ثورة الجياع جدير بالذكر انه بعد خراب ملطى عادت الحكومة من جديد تفكر في احياء هذا المشروع المهم الذي كان له اثر عظيم في تحقيق مبدأ الامن الغذائي حيث اعلن امين اباظة وزير الزراعة انه تقرر تخصيص 10 ملايين جنيه لإحياء مشروع البتلو 10 ملايين جنيه نرجو عزيزي المستمع والمشاهد ان تتذكر هذا الرقم تقرر تخصيص 10 ملايين جنيه لإحياء مشروع البتلو لزيادة المعروض من اللحوم في الاسواق وتدرس الوزارة ايضا وضع ضوابط كاملة لتسويق اللحوم بمشاركة جميع الوزارات المعنية ومراقبة اسعارها التي ارتفعت بشكل غير مبرر هذا الخبر كان مصدره جريدة الوفد ونشر على هذا الموقع يوم 4 مايو 2010 اي قبل صورة يناير نشرت بوابة الشروق يوم 13 يناير 2012 بعنوان الحكومة تضخ 300 ملايين جنيه الى بنك الاقتمان الزراعي لإحياء مشروع البتلو التفاصيل القاهرة 2000 قررت الحكومة ضخ 300 مليون جنيه من وزارة المالية الى بنك التنمية والاقتمان الزراعي لإحياء مشروع البتلو بهدف تنمية الثروة الحيوانية لزيادة انتاج اللحوم بالاضافة الى 50 مليون جنيه اخرى من الصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في تشجيع صغار المزارعين على الانخراط في المشروع صرح بذلك وزير الزراع وستلاح الاراض دكتور محمد رضا اسماعيل وقتم ضخ 300 مليون جنيه ثم تم زيادتها 50 مليون جنيه اي مضاعفة رقم 10 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو قبل الصورة الى 350 مليون جنيه اي تم مضاعفة هذا المبلغ 35 مرة نشرت بوابة الاهرام يوم 13 يناير 2012 خبر بعنوان 450 مليون جنيه لبنك التنمية والاقتمان الزراعي لإحياء مشروع البتلو اعلن الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والاقتمان الزراعي ان البنك سيتسلم 450 مليون جنيه من مجلس الوزراء والصندوق الاجتماعي للتنمية تمهيدا لبدء مشروع البتلو الذي اعلن مجلس الوزراء عن احياء او اعادة احيائه وقال البطران لبوابة الاهرام ان البنك سيقوم باستلام المبالغ المقررة له من مجلس الوزراء وتقدر بنحو 300 مليون بجانب منحة مقررة من الصندوق الاجتماعي بقيمة 150 مليون جنيه واوضح ان العقود سيتم توقيعها الخميسة المقبل بمقرر الصندوق الاجتماعي للتنمية وبحضور وزير الزراعة محمد ريد اسماعيل ورئيس الصندوق مشيرا الا ان المشروع يهدف الى تنمية قطاع الثروة الحيوانية في مصر واشار الى ان البنك قرار رفع قيمة القروضة الزراعية 10% سنويا حتى يقضي على الاثارة السلبية للتضخم على المزارعين بجانب ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج كان مجلس الوزراء قد قرر اعادة احياء مشروع البتولو من جديد بضخة 300 مليون جنيه قرد دوار من وزارة المالية لبنك التنمية والاعتمان بدون فوائد على ان يحصل عليها الفلاح بفائدة 4% فقط وشكرا لحسن الاستماع